شاهدين الكرام تتواصل ردود الفعل الدولية على إعلان قائد الجيش السوداني الفريق والعبد الفتح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وقد أعلنت لجنة طباء السودان المركزية مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من ثمانين آخرين وهذا هو العاجل الذي على شاشتنا الآن وننوه على الأرقام التي تظهر على شاشتنا تباعا لمن يحب أن يتواصل معنا سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال مقاطع مصورة لما يحدث في السودان عبر رقم الوثيقة الموجودة على شاشتنا الآن والآن ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن الدكتور كاميرون هاتسونة المبعوث الخاص السابق لرئيس أوباما إلى السودان دكتور كاميرون أحييك وللحقيقة بعض التحليلات تقول أن إدارة بايدن أمام موقف فاصل كيف ستتعامل مع أحداث السودان أو مع ما يسميه البعض الانقلاب العسكري في السودان والإطاحة بالحكومة المدنية حصناً أظن بأنها فعلاً على مفترق طريق فقد استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية بكثافة بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وقدمت أكثر من مليار دولار من مساعدة وقد قمنا أيضاً بتخصيص الكثير من الجهد الدبلوماسي وفقط بعد ساعات من تحذير المبعوث الأممي الخاص لأجران برهان حول التبعات التي ستكون لو اختار أن يذهب في الانقلاب العسكري وحقيقة وقوع هذا بعد التحذير تشير إلى أن التهديد والتحذير الذي قدمت الانتحدة الأمريكية لم يكن كافياً لإقناع الجنرال برهان على عدم القيام بهذه الخطة أظن بأن هناك تحدي أمام واشنطن وقد حذرت بقطع مساعداتها وإذا لم تقطع مساعداتها الآن فهي سوف تفقد مزداقياتها ولكن لو قطعت المساعدات أيضاً سوف تخسر ما تبقى في السودان والاستثمارات التي قدمتها بصراحة دكتور كاميرون لعلى البعض لا يستسيق فكرة أن يقوم البرهان بما قاب به دون اتفاق مع الولايات المتحدة أو على الأقل إشارات بالرضا من قبلها على ما سيحدث إلى أي مدى هذا الطرح من الممكن أن يكون واقعياً؟ لا هذا غير واقعي بالمطلق الولايات المتحدة الأمريكية لقد وعدت بأكثر من مليار دولار المساعدات وقد وضحت تماماً بأن هي مهتمة باستكمار العملية الانتقالية وحكومة مدنية لقتثمارات الأمريكية أسلع مئات الساعات من جهود الدبلوماسي لإقناع الجيش عن لا أن يذهب في هذه الطريق ولن خرط بشكل سلمي مع السلطات المدنية وقد رأينا بياناً في ظهر هذا اليوم من الجمهورين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي يقولون بأنهم سوف يعلقون المساعدة الأمريكية للسوداني هذه الرسائل قدمت لأسابيع وأشهر وقد كانت واضحة جداً وبالتالي أنا أرفض أي إشعات أو نظريات مؤامرة بأن الوات المتحدة الأمريكية أعطت ضوءاً أخضراً أو حتى مؤشراً بأنها سوف تقبل حكماً عسكرياً في السودان هذا أمر غير صحيح بالكامل لكن ماذا تفسر أن يكون جيفري فلتمن في الخرطوم بالأمس يقابل البرهان أكثر من مرة وبقية أثراف العملية السياسية في السودان وبعد خروجه فقط بساعات قليلة يقوم البرهان بانقلاب في السودان والإطاحة بحكومة حمدوك يعني هل هناك تفسير منطقي لهذا الأمر حسناً أتمنى لو كنا نعيش في العالم الذي وعدته لو قالت المتحدة الأمريكية تقول شيئاً ينفذه الآخرين لكن هذا هو ليس العالم الواقعي من الظاهر بأن التحذيرات التي قدمت إلى البرهان قام بتقييمها وكان خائف من تدعياتي أن لا يتصرف بسرعة فبالتالي كان ربما خائفاً أكثر من المزداقية وفقدان السيطرة على البلاد هو قلق أكثر من هذا من فقدانه للمجتمع الدولي أو حتى المساعدات المالية من الغرب بالتالي لن نستطيع أن نتوقع لمجرد أن جيفري فلتمن والمتحدة الأمريكية قالت شيئاً بأن السودانيين سينفذونه ربما قد يحصلوا على مساعدات من قوى خارجية أخرى وربما قد حصلوا على ضوء أخضر من حلفاء للحلفاء العسكريين السودانيين ونحن نعرف كل هذا حتى الآن من من الحلفاء من وجهة نظرك للعسكريين يستطيع أن يعطي إشارات ودعم للمكون العسكري في السودان للقيام بالانقلابات دون رضا الولايات المتحدة الأمريكية من هؤلاء؟ أنت تستطيع أن تسمي عديد الدول مصر، السعودية، الإمارات، تركيا، الصين، الروس هناك العديد من الدول التي تتنافس من أجل النفوذ في السودان الآن كان هناك أيضا حملات معلومات مغرضة روسية وقد كان هناك اجتماعات خاصة ودعم مالي تقدمه أطراف دولية هذا يعكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحدد في مكان مثل السوداني لو كان الولايات المتحدة الأمريكية تلك السطوة وذلك النفوذ الذي كان لها في السابق كان الأمر مختلفا لكن الآن هناك العديد من الأطراف والنفوذ الخارجي التي تلعب الآن في السودان وتحاول أن تحدد مصير المستقبل البلاد وواشنطن هي صوت من عديد الأصوات التي يسغلها جنرالات الآن وبكل وضوحهم لم يأخذوا من المسلمات ما سمعوهم من دول أخرى لأنهم يتصرفون مباشرة بعكس ما دعت له الولايات المتحدة الأمريكية دكتور كاميرون أتمنى أن تبقى معي في المقامل معي